اهلا بكم احبائي في حلقة رقم 13 في سلسلة تأملاتنا الحلوة العميقة الدسمة في من هو المسيح بحسب انجيل يحنى البشير وصلنا الاصحاح ثلاثة اصحاح في منتهى الاهمية لمكانته الخاصة المميزة في كل الكتاب المقدس ولا سيما في انجيل يحنى بيتكلم الرب هنا في حديث وحوار التقى مع واحد فرسي الرئيس من رؤساء الفرسيين اسمه نيقديموس والرب هيجري معاه حوار في منتهى الاهمية بصلي من كل قلبي انكم تقروا وهعلق بعض التعليقات وارجو باسم يسوع ان التعليق دي كلها فايدة ومنفعة روحية لحياتنا باسم يسوع حبائي انجيل يحنى اصحاح ثلاثة من الاجزاء المهمة جدا في كلمة الله ولا سيما في انجيل يحنى لانه بتكلم عن الولادة الجديدة الولادة من فوق بالروح القدس الولادة الروحية العملية اللي بيجريها الله في قلوبنا بالروح القدس وهنا بنشوف واحد معلم كبير عضو في المجتمع اليهودي ومن جماعة الفرسيين لمكانته البرزة الناس دولة كانوا الفرسيين على الفكرة بيكرهوا الرب يسوع بشدة لانه تحداهم وقلل من شأنهم في المجتمع وكمان وبخ عدم ايمانهم ومراءاتهم المستمرة في تنفيذ احكام وصايا الله في النموس استبدال وصايا الله بتعليمهم البشرية وتقاليدهم وعداتهم ربما بسبب خوفه من زملائه نقوديموس ده جه بالليل للرب عشان يتحقق من تعليمه وأقواله وأكيد التعليم دي هزت بدنه وقلبه من الداخل والشيء الحلو فيه انه جه بنفسه وقلبه مليان بالفضول وربما بالإعجاب بشخص المسيح فيريد كل واحد مننا ياخد الخطوة دي على فكرة ويقبل الى الرب المسيح بنفسه ويفحص رسالته بنفسه لانه محدش يقدر يعمل كده بالنيابة عنك على فكرة لازم كل واحد يعملها بنفسه هذه الخطوة وبنشوف في كلام الرب كلمات جديدة على مسامع نقوديموس وتصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة كشف المسيح لنقوديموس حاجة مهمة عن ملكوت الله قال له ملكوت الله يأتي الى العالم اجمع وليس لليهود فقط والحاجة المهمة التانية ان دخول الملكوت يتطلب التوبة القلبية والولادة من فوق وهنا الرب على فكرة بيلفت الانتباه الى انه كما ان الانسان ما كانش ليه دور في الولادة الجسدية كمان ملوش دور في الولادة الروحية فهو عمل معجزي يقوم به الروح القدس المحي الخلاق وعملية الولادة من فوق بالروح القدس والتجديد المسيحي محدش يعرف بالزبط ازاي بتحصل محدش يقدر يشرحها علميا او حتى يعني فلسفيا زي ما الريح الرب قال زي ما الريح بتهب وما بتعرفش امتى وازاي بتيجي وبتروح ده بنفس الكافية العمل الروحي المعجزي اللي بيجري الله فينا بالروح القدس وفكرة الماء والروح اللي وردت فيه الايات خمسة وستة طبعا الماء بيشير للغسل ونظافة ومن القرينة الكتابية بنعرف انه الماء كان بيشير الى كلمة الله بحسب افاسوس خمسة مثلا اللي بيتكلم فيها عن المسيح احب المسيح الكنيسة وغسلها بدمه ويعوب واحد بيقول شاء فولدنا بكلمة الله وبطرس واحد بيقول مولدين تانية بكلمة الله وبكده بنشوف انه الله بالروح القدس بيستخدم الكلمة المقدسة عن المسيح عشان يعطي الانسان ولادة جديدة وبيأكد الرب ويشرح لنا انه لا ندخل الملكوت لا بأعمالنا ولا بمعاشتنا حياة افضل على الارض او كده لكن بالولادة التانية الروحية والغريب ان القائد الفز ده الرجل الكبير ده قديموس كان كان رايح على باله كل الامور دي اللي مذكورة على فكرة في العهد القديم في كذا مكان على سبيل المثال في حسقيال 36 لما قال واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدا في داخلكم وانزع قلب الحجر واعطيكم قلب لحم عشان كده الرب يسوع ان ابن قديموس وقال له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذه الامور ده بذكرنا ان المعرفة الذهنية طول عمرها ما كانت كافية للخلاص الاهم دايما هو ان ندرك ونختبر مش بس معرفة الذهنية لكن اختبار قلبي حقيقي من هو الرب اللي بيعلن عنه الكتاب المقدس والخلاص اللي بيقدمه لنا في المسيح يسوع المسيح وحده المخلص في الختام حباي عايزة نوعا حاجة انه في آية 13 حقيقة مهمة جدا عن وجوده في كل مكان في ذات الوقت بيقول كده ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء الله مجده في المسيح يسوع مالي الكون في السماء وعلى الارض في نفس الوقت عرشه في السماء لكن ايضا حضوره على الارض بين خلائقه يا له من اله عظيم يا حبائي اله مجيد متنازل رحيم رؤوف على خلقته عايز يتواصل عايز يبني علاقة معهم عايز يكون ليه مع شرح له معهم مع اولاده مع صنعة يديه هل اختبرت اخي واختي صديقي هل اختبرت الولادة الجديدة دي انا اختبرتها وده شيء رائع فعلا اختبار في منتهى العظمة والمجد الالهي لما بتحس شوف حياتك كده تحولت رأسا على عاقب او بالاحرى 180 درجة اختبار الولادة الجديدة ده اختبار نقلة نوعية رب بيعملها في حياتك من الموت للحياة من الظلمة للنور من البعد واليأس والفساد والشقاء واليأس الى المجد والنعيم انضمام للعائلة السماوية اللي بتبتدي هنا على الارض من خلال ملكوت الله اللي حققه لينا عمل المسيح وبقوة الروح القدس لإلهنا كل المجد الى الابد امين شوفكم الحلقة الجاية رب معكم